اشتركوا في القناة ومظاهر الإيمان باليوم الآخر وعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى وأحداث اليوم الآخر ونص الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم على ما يحب ويرضى نبدأ في تعريف الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يعني تستطيع أن تقول يبدأ من لحظة الموت حتى دخول الجنة أو النار وما بينهم من أحداث يعني الإنسان على صعيده الشخص النفسي يبدأ اليوم الآخر عنده من لحظة سكرات الموت والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القبر أول منازل الآخر وقال سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فالإنسان يستطيع أن يرى في هذه اللحظة وهي لحظة الارتباط باليوم الآخر وترك الدنيا عند موته يستطيع أن يرى ما لم يكن يستطع أن يراه من قبل فيرى الملائكة ويرى من يقبضون روحه بل إنه يرى روحه عندما تخرج فيها تبحى البصر سبحان الله أما على صعيد الكوني في تعريف اليوم الآخر فهو يبدأ من علامات الساعة الكبرى وينتهي حتى دخول الجنة أو النار وما بينهما حكم الإيمان باليوم الآخر هو واجب ركن من أركان الدين قال سبحانه وتعالى ليس البرى أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب حتى قال سبحانه ولكن البرى يعني الدين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي الحديث الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبيّن سبحانه على أن من أنكر اليوم الآخر فهو كافر فقال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا إذن وصفهم بأنهم كفار ويستلزم ذلك من المؤمن أن يعلم علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه اليوم الآخر يوم عظيم وأسماؤه متعددة تؤكد عظمته فسمي بيوم القيامة وهذا الاسم ورد في سبعين آية من القرآن لقيام الناس فيه لرب العالمين ويطلق عليه اليوم الآخر لأنه ليس هناك يوم بعده ويطلق عليه الساعة وذلك لأنها تأتي بغتة في ساعة في لحظة القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها ويوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب والصاخة وهي النفخة الأولى الصيحة المسمعة التي تبالغ في الإسماع والطامة الكبرى وهي تطم على كل أمر مفضع وسميت بالغاشية تغشى الناس بأفزاعها وتعمهم وسميت بالواقعة وذلك لتحقق قونها ووجوده والحاقة لأن فيها تحقق الوعد والوعيد فنبغي للطالب أن يعرف هذه الأسماء وسبب التسمية لأنه إذا سئل في الاختبار سميت الغاشية لأنها تغشى الناس بإفزاعهم وتعمهم تقول الإجابة صحيحة هكذا سميت بالواقعة لأنها متحققة الوقوع إجابة صحيحة تعرف سبب التسمية وسبب التسمية بذلك ومن مظاهر اليوم الآخر فتنة القبر عذابه ونعيمه ونبدأ بالمسألة الأولى وهي حقيقة الموت الموت ومفارقة الروح للبدن فالروح الآن وأنت على قيد الحياة متصلة بالبدن يأتي لحظة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى تفارغ هذه الروح البدن سبحان الله والروح تسري في البدن كسريان الزيت في حبة الزيتون إن ليسها موطن معين هنا فعندما تخرج الروح تخرج من البدن كله أو الفتنة في القبر دلت النصوص على أن هناك سؤال في القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت الفتن عن السؤال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان عفوا فأسودان من شدة سوادهم يميلان للزرقة ومن أسمائهم منكر والآخر نكير يسألون الإنسان من ربك وما دينك وما النبيك أما عن نعيم القبر وعذابه فإن الإنسان يمر في حالاته تارة يكون النعيم والعذاب على البدن والروح معاً وتارة يكون على الروح دون البدن أما البدن فإنه لا يشعر بعذاب ولا بنعيم ما لم يكن متصلاً بالروح ما لم يكن متصلاً بالروح والأدلة على أن هناك نعيم في القبر وعذاب أدلة كثيرة وردت في القرآن يعني بالإشارة وردت بالإشارة 13 آية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى تشير إشارة وليس فيها تصريح إنما هي تشير إشارة على أن في القبر عذاب ونعيم إنما النصوص الحديثية جاءت تصريحاً واضحاً على أن هناك في القبر عذاب ونعيم ومن الأدلة التي وردت في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ونقلنا إشارة النار يعرضون عليها غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقد فصرها أهل العلم بأن هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر وقوله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أي بالجوع وعذاب القبر من الأدلة حديث البراء فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي ففرشوه وهناك أدلة أخرى من القرآن قلنا بأن عددها 13 آية 13 آية وردت تشير إشارة على أن في القبر عذاب ونعيم الرد على من ينكر عذاب القبر وهناك من الملاحد والفلاسفة من التبعون من أهل الكلام بدعوة عدم مشاهدتهم في الدنيا يعني يقولون نحن نضع الميت في قبره ولا نشعر بأنه قد أصاب عذاب ونعيم نقول لهم الرد الأول أن الكتاب يرد عليكم يعني القرآن يرد عليكم 13 آية والسنة ترد عليكم بمجموعة عظيمة من الأحاديث الصحيحة التي تثبت أن في القبر عذاب ونعيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر نرد عليهم أيضا قائلين أن أحوال الآخر لا تقاس بأحوال الدنيا فهناك فرق وبون شاسع بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة وهناك أمور في الدنيا لا تشاهد مثل العقل والروح والكهرباء ولكن نؤمن بوجودها فعدم مشاهدتها لا ينفي وجودها فالكهرباء نجد أثرها لكن سريانها في السلك لا نراه الروح في البدن تسري في كل البدن ولكن لا ننكر وجودها لأننا قائمين فيها أصلا العقل الذي نفكر فيه من خلاله ونستطيع أن نضبط الأمور الصواب من الخطأ من خلاله ووجود في أبداننا لكننا لا نستطيع أن نراه بالعين حتى الإنسان لما يتحدث مع الآخر يقول والله أنا في عندي وجع في إيدي وجع في راسي متألم راسي فيقول لا يعقل أن نقول له أرني بعيني هذا الوجع حتى أؤمن بأنك عندك ألم أو وجع إنما هذا أمر غير مشاهد وعدم مشاهده لا تنفي وجوده كذلك عذاب القبر ونعيم وأننا لا نرى من يعذب ولا نرى من ينعم بأعيننا لا يعني أنه لا يوجد هناك عذاب ونعيم بل من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أننا لا نسمع عذاب أهل القبور واقتصر السماء على بعض الدواب التي تسمع عذاب القبور اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد عندنا علامات الساعة الصغرة يبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث بعثت أنا والساعة كهتين وأشار النبي صلى الله وسلم بأصبع السباب والوسطى هذا الشكل قيل هتين عن هذه المسافة يعني هذا مبعث النبي وهذا قيام الساعة كم المسافة بينهما قريبة قريبة وقيل ما بين السباب والوسطى هذه المسافة فقط دون أن يعني يفتح الأصابع وكنهما قريب يعني تؤكد على أنه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي دلالة على اقتراب الساعة انشقاخ القبر وقد حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وقد رؤية هذا الانشقاق كأنه يعني مخيط عندما التأم عندما جمعه الله والتأم كأنما يعني زي اللي بتغرز جرح أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة يعني الناس يبدأون بإسلامهم وبدينهم يعني ينقص عندهم حتى تنقض عرى الإسلام عروة عروة وأولى هذه العرى التي نقضها الناس وهي الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وآخرهن الصلاة فإننا نجد من الناس من لا يصلي والعياذ بالله ومنهم من لا يصلي الجمعة والعياذ بالله نزول الجهل ورفع العلم وكثرة الهرج القتل كما في الحديث من علامات الساعة الصغرى إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل وهنا الجهل في الأمور الشرعية وليست في الأمور العلمية يعني من علوم الدنيا لأن علوم الدنيا يعني كل منابهة تتصاعد وتزداد وطيرتها في العلم لكن الناس في أمور الشريعة عندهم جهل ذلك في أبسط الأمور يسألون في أبسط الأمور ما زالوا يسألون وهذا كناية عن جهلهم ويرفع فيها العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي ويكثر فيها الهرج الهرج وهو القتل ولا يعقل أن نستدل بهذا الحديث على ما يحصل هنا أو هناك من قتل في بلاد العالم إنما المقصود بأنه لا يأمن الجليس جليسه لا يأمن الجليس جليسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه سبحان الله لا يأمن الجليس جليسه وهذا لم يقع بعد الحمد لله رب العالمين هذا الزمن لم يأتي بعد مع أننا نسمع هنا قتل وهنا قتل لكنه ليس المقصود فيه هذا الحديث كثرة الفتن فتن كثير للإنسان يعني حال المسلم مثل القابض على جمرة بيده من كثرة الفتن ومن الفتن العظيمة التي انتشرت في هذه الدنيا التي نعيش وما زالت وما وستبقى وهي فتنة النساء والطرق الموصلة إليها أصبحت كثيرة جدا وعلى رأسها الإنترنت يقول النبي عليه الصلاة والسلام تكون بين دي الساعة فتنه كقطع الليل المظلم يعني بتغطي الإنسان غطى زي الليل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا وهنا ليس كافرا يعني يخرج من الملة إنما ينقص إيمانه حتى لا يكون بمثل الإيمان الذي كان عليه في الصباح فيفعل أفعال الكفار ويمسي مؤمنا يعني بعمل أعمال المؤمنين في المساء لكن بيجي الصبح وتلاقي بعمل أعمال الكفار ولا يعني ذلك أنه يخرج من الدنيا يخرج من الدين ومن علامات الساعة الصغرى وقوع الخصف والمسخ والقذف قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة مسخ وخصف وقذف أحباب الطلبة لا يعني ذلك أنه علامات الساعة الصغرى أنها وقعت من علامات الصغرى ما وقع وانتهى ومنها ما لم يقع بعد ومنها ما زال قائما يعني مثلا نزول الجهل ما زال قائما عند الناس كثرة الفتن ما زالت قائما عند الناس لكن المسخ والخصف والقذف قد يقع في بعض المناطق ولكن ممكن ما نجد مسخ هنا أو هناك ويؤجل إلى وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى والمسخ هو أن يمسخ الإنسان إلى حيوان والخصف هو أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها والقذف هو أن يلقى على الناس من أعلى شهب أو نيازك أو حجارة أو ما شابه ذلك ومن علامات الساعة الصغرى خروج دجالين كذبين قريب من الثلاثين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذبون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن العدد هنا قريب من ثلاثين يعني قل ثلاثين اثنين وثلاثين وقد تم عدهم على الأرجح ولا يعني ذلك أن كل من يدعي النبي يحسب من الثلاثين أو قريب من الثلاثين يعني لو قام إنسان لا سمح الله في وقت الحج مثلا وقال أنا رسول أنا نبي هل يعد من الثلاثين قال العلماء والذي يعد من الثلاثين ممن يدعون النبوة أنه يكون له أتباع يعني يدع النبوة ويجد أتباعا يصدقونه في ذلك وله منع منهم فهذا الذي يحسب من الثلاثين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت بين يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما يعني شرحت هذه الرؤية بأنهم كذابين يخرجان بعد أحدهما العنسي والآخر مسينما شوف لاحظ العنس له أتباع مسينما له أتباع بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم إذا ولدت الأمة ربتها وكان العرات الحفات رؤوس الناس يتطاولون في البنيان أن تلد الأمة ربتها لها أكثر من معنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها الأم تلد ابنها فيكبر في السن فيعقها فيعاملها كالعبدة كالأمة سبحان الله كأنه سيد عليها هذه من أشراط الساعة وتفسير آخر أن المسلمين عندما يفتحون بلاد الكفري ويرزقهم الله سبحانه وتعالى بالإماء فإن الواحد من المجاهدين تكون له أكثر من أمة فيجامعها وتلد منه فتلد من ينسب إلى أبيه فينسب إلى أبيه المسلم فيكون مسلما وأبوه مسلم وأمه ما زالت على كفرها قد اختارت الكفر وتبقى على كفرها لا يفرض عليها الإسلام فرضا فتكون الأم كافرة والإبن تبع لأبيه مسلم فيكون سيدا بإسلامه على أمه وهنا معنى أن تلد الأمة ربتها أن تلد إذا ولد الأمة ربها وأن ترى العرات الحفاتة رؤوس الناس فذاك من أشراطها فإننا نجد من كانوا رعاء البهمي في البنيان يتطاولون وهذا ما نلاحظه في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين وهذه ليست منقصة أن نجد من يكون فقيرا وذو شأن قليل من ناحية المال ثم يعطيه المال سبحان الله سبحانه وتعالى يعطيه المال فيتطاول في البنيان ليست هذه منقصة في حقه ومن أشراط الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار كلمة تعود تؤكد على أن أرض العرب وهذه الجزيرة العرب كانت في الأصل فيها مروج وأنهار ولم تكن بهذا الشكل من الصحاري حتى أننا نجد اليوم في بلاد جزيرة العرب مساحات واسعة قد أعيدت فيها المياه وفيها أشجار وفيها نبات في الحديث من علامات الساعة الصغرى أن يتمنى الرجل أن يكون مكان صاحب القبر فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه يعني بتكون عامة الناس يتمنون الموت والعياذ بالله خروج نار من أرض الحجاز الآن في عندنا نار تخرج من الحجاز وقد خرجت في عام 654 هجري واستمرت شهرا كاملا نار خرجت من بين الجبال صعد بها إلى السماء أمر من الله سبحانه وتعالى هذه النار من شدة نورها وقوتها كان الواحد عندما يسير بمنطقة اسمها بصرة قريبة من الأردن ويسير عند غروب الشمس يرى أعناق الإبل يرى إبله من هذا الضوء العظيم الذي أصله من جزيرة العرب وقد وقعت هذه العلامة وقلنا في بداية المحاضرة من العلامات من وقعت وانتهت هذه من العلامات التي وقعت وانتهت وبعثته من العلامات التي وقعت وانتهت فهذه النار وقعت في عام 654 هجري من أرض الحجاز وهنا ننتبه أخي الطالب أخت الطالب انتبهوا النار من أرض الحجاز علامة صغرى وستمر معنا نار من علامات الساعة الكبرى وهي من اليمن وليست من أرض الحجاز ومن علامات الساعة الصغرى توسيد الأمر إلى غير أهله كما يحصل في كثير من بقاع الأرض إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وأن يلتمس العلم عند الأصاغر وليس المراد هنا بالأصاغر يعني صغار السن فمن العلماء من تتلمذوا على من هم أصغر منهم سنا إنما المراد بها الأصاغر وهم الذين يفتون بالجهل بجهل يفتون بغير علم شرعي هم الأصاغر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلمة عند الأصاغر كذلك من أشراط الساعة الصغرى تصديق الكاذب وتكذيب الصادق وتأمين الخائن وآل فضائيات حافلة ومليئة بالكذابين الذين يصدقون وبالصادقين الذين يكذبون وبالخائنين الذين يعتبرونهم موضع أبن وأمان سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة سألوه قالوا من الرمى ومن الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ومن علمات الساعة الصغرى ذهاب الصالحين وبقاء الحثالة الصالحين يموتون وبظل حثالة الناس كما جاء في الحديث الذي يروي البخاري في صحيحه يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله يا الله هالحديث حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس عاملين زي نخالة الشعير يعني عندما تضع الشعير في الغربال في المنخل أو التمروض أنت يعني تحرك وتخضه هيك بيدك بنزل منه الخالة كما أنك لا تلتفت إلى هذه النخالة اللي أنت يعني نزلت عندما خضيت المنخل بتنزل لنخالة الشعير ما بتلتفتش إلها ممكن للهوى يطيرهم حتى أنك لا تتأسف عليها كذلك هناك من الناس حالهم زي حال انخالة الشعير لا يؤسف عليهم أي بمعنى لا يباليهم الله باله سبحان الله ظهور الفحش وقطيعة الرحم ظهور الفحش في ذات الناس والتفحش الدعوة إليه وقطيعة الأرحام وتخوين الأمين واعتمان الخائن لا تحتاج إلى تعليق كثير كثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة الصغرى وهي كثرة النساء الآن واحد يقول زي اليوم لا مش زي اليوم اليوم من السماء الحديث يبين أنه ستكون من أشراط الساعة وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين الامرأة القيم الواحد ما معنى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يعني مش زوجاته يعني ما بيكون لنزوجات إلو الإنسان بيكون أكثر الزوجات أربعة يعني زوجاته أربعة لكن هو قيم على خمسين امرأة لقلة الرجال يعني اليوم مثلا شخصي لو أنت مثلا نظرت إلى حال والدك أو إلى حالته أنا نظر إلى حالتي تجدني مسؤول عن عن بناتي وعن زوجتي لا أكثر أنت أبوك مسؤول عن خواتك ومسؤول عن أمك اللي هي زوجته لكن أخته لها زوج مسؤول عنها عمته لها زوج مسؤول عنها لكن يأتي زمان يأتي زمان على الرجال يموتون فيه فتكون خمسين امرأة قيم عليها رجل واحد رجل واحد قيم عليها من قلة الرجال ومن علامات الساعة الصغرى حصر الفرات عن جبل من ذهب يحصر بمعنى ينكشف لذهاب مائه يعني هذا الماء اللي على الفرات ما بضل مي بيضل الأرض صلبة سبحان الله جافة تحت الماء بعد ما يجف الماء بكون ذهب جبال من ذهب يقتتل الناس على هذا الذهب فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون واحد هم بتكاتل على الذهب ويقول كل رجل منهم هذا الذي ينجو من المية يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو سبحان الله ومن علامات الساعة الصغرى صدق رؤيا المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا يعني من أراد أن تكون رؤياه صادقة فعليه أن يصدق في حديثه وإذا رأيت كذابا في الحديث فاعلم أنه رؤياه كذب رؤياه كذب يعني لا تطابق الواقع وليست مبشرة لكن عندما تجد إنسانا ذكرا كان أو أنثى يصدق الحديث وجاءنا برؤيا رآها في المنام وأخبر عنها فاعلم أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وهنا نعلق على شيء بسيط ينبغي أن ننتبه له من الناس من يقولون أنهم رأوا كذا وكذا في المنام وهم لم يكونوا قد رأوا شيئا في منامهم هذا فيه افتراء على الله سبحانه وتعالى كل من قال أنه رأى رؤيا في المنام ولم تكن هذه الرؤيا على حقيقتها أنه لم يراها في المنام فأنه يكون قد افتراء على الله سبحانه وتعالى افتراء عظيم لماذا؟ لأن الرؤيا ليست تدريب يعني لا يستطيع الإنسان أن يتدرب على الرؤيا يقول والله الليلة أنا ناوي أشوف لرؤيا في المنام أو اليوم الصبح في الانهار أنا بدي أتدرب على رؤيا أشوفها في المنام إنما الرؤيا هي وحي من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة فهي باب من أبواب الوحي باب من أبواب الوحي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من يفتري في رؤياه فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب في الرؤيا فإنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين مش يعني شعرتين يعني أن تعقد بين شعرتين أمر سهل يسير لكن أن يعقد بين شعيرتين قال المفسرون والعلماء أنه يؤتى بشعيرتين حبتين شعير وبمسكهم ويؤمر أن يعقد بينهم وأن يقدر على ذلك كأنها عقوبة له على فعله فكما أنك حبكت كذبة في المنام فعليك الآن أن تحبك بين هاتين الشعيرتين ولن تقدر على ذلك وواحد يقول طب ما برميه وببطل لا هذا أمر يوم القيامة يكلف فيه وملزم فيه فهو من باب يعني العقوبة والعذاب في حقه علامات الساعة الكبرى كان ذلك مما تحدثنا عنه من علامات الساعة الصغرى وأن تلاحظ أخي الطالب أخت الطالبة أن كل العلامات الصغرى التي ذكرناها هي بعض من علامات الساعة الصغرى يعني مش كلها وعلقنا على كل علامة تعليقا يسيرا الطالب عليه أن ينتبه على تعليق المحاضر على هذه العلامات وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون موعدنا مع علامات الساعة الكبرى وهي عشرة فقط لكن علامات الساعة الصغرى أفضل كتاب يرجع إليه في هذا الباب أشرات الساعة الصغرى والكبرى أو أشرات الساعة ليوسف الوابل وهناك كتاب آخر للعريفي وهناك كتاب آخر إن لم تخن الذاكرة لمحمد حسان وغيرهم من العلماء من الكتب المعاصرة تكلمت عن هذا الباب بارك الله فيكم أسدد خطاكم والله نسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر